مرحباً 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 لابد حيثنا لدينا سابعنا مع ساميا عن دراحة بجميع أخرى قمت بتتكلم لكي' قلت لعيشة ولكن... قبل أن نذهب بالتكلم التي بأترى بالتكلم قمت بتتديم السمحة مهمة لكي' مهمت بسبب لأنه مستمر معنا جميل ترتيب دي الجمل كي هم بزاف before we start writing so today والاغلي بديتنا منتك لقوم مشكل مع ال contrast and concession linking words اللي هو غنشوفو في اليوم غنشوفو some of them مشي كاملين ما غنشوفو البعض منهم here we have though although even though in spite of despite هادو بيانسور كينو عندكم فبروغرام دي البك وكين درس الراسو ديال communication اللي غدي خليكم بتعرفوا شنو ما المعنى ديالن ما غير باش ناكدو ولكن شو واحد فاتوا الدرس في في الكلاس or something so غنقولو كل واحدة والسعمل ديالن وشنو المعنى ديالن though although even though in spite of the spite كاملين عندهم نفس المعنى اللي هو بالرغم من اوكي بالرغم من اوكي بالرغم من واحد حاجة حاجة اخرى ترات اوائل والسعمل ديالن الاغلبية كيكون منك تكون عندي شي حاجة مثلا الامتيحان كان صعيب اوائل الامتيحان ممكن يكون صعيب شنو كتتوقع كتتوقع انك ما تجيبش مزيان ولا ما تخدمش فيه مزيان دونك إلا قلتين الامتيحان كان صعيب وخدمت مزيان دونك الغزيطة اللي ترات او الحاجة اللي ترات او ال the other clause اللي كنسموحنا ال clause الجملة اللي جات من بعد جات على عكس ذلك الشيء اللي احنا متوقعين ولا اللي هو expected اوكي دونك غنشوفوا بعد المعنى ديل هادو وكيفاش كيكون استعمالات ديانهم ومن بعد غنشوفوا الاكزامل so though although even though من لسبة though although ما كينش الفرق بالمعنى guys في المعنى وبحل بحل اوكي هادي زيد على all though وفي استعمال although تقدر تجي في الأول ديلة الفخاز وتقدر تجي في الوسط ديلة الفخاز مما كتجيش في الاخر في حين though تقدر تجي في الول وتجي في الوسط وتجي في الاخر ديلة الفخاز والاغلبية هاد though كتتكون كتتسعمل في الهضراء اللي هي informal سفديق بقى ان هادو formal ولكن كتتسعمل في ال language ديلة everyday في الهضراء انا نقول لكم سامل ديلة مباد كيفاش الحاجة اللي اخذتكم تعاقلوا عليها هاد ثلاثة كيكونوا plus clause alright باش ما نبقوش فليمو تكنيك بزاف باس كشي ما كيهمكوش بزاف إلا الناس اللي بغيروا يدروا التخصص ديلة انجلي غنقول لكم إلا كانت عندكم محدة في هادي خصي يتبع السيجي verb جملة فعلية اوكي إلا كان عندي though although even though خصي يتبعوا جملة فعلية في الحين اللي كان عندي inspire of despite كتبوا جملة اسمية ولا كتبعوا اسم ولا gerund الناس اللي إذا جادروا gerund ولا شافوا الفيديو دينا دي الجرند عارفين أن الجرند للموديفكيشن ديالو في الجملة بحلوبها النعون اللي نقدروا مدوو بيه لفخاص الجملة يقدروا مدفعي noun or adjective موما تشكتها دخل في الأعرب ما عندكم ما تدروا به ما كيكون نعون ولا gerund يعني فعل plus ing all right نعود though although even though كتكون زائد سيجي فعل يعني جملة فعلية in spite of despite كيكون plus جملة اسمية بيانسر كيكونو جو جملة لف هادي لف هادي لف هادي أنا كنقول جملة اللي كتبع هذا directly all right جملة اسمية ولا noun اسم ولا gerund اللي هو فعل plus ing we're okay now باش نفهموا كتب استعملات دي لادو واجو نشوفوا ليز اكزامل اللي جبت لكم now example number one استعملنا although although حكتنا في الأول دي الله فخاز although the exam was difficult I did well الحاجة الثانية اللي غنوص لكم اللي هم تكونوا تتعمل linking words انكم تتابهو الجملة or punctuation right the punctuation which means وش خس كدر نقطة وش خس كدر فاصلة باسكو كيبتدل بزاف المعنى دي الجملة so although ولا لابدي نبدو ولا even though كنحط لفخاز اللولة كندير virgul عدا كنحط لفخاز تانية عقلو يلا كنعندي واحد فهادو كينبادي نبي الجملة كنفرق بي الجملة واللولة تانية بكما alright so كما هي اللي كتفرق بين هدو نقرأوا الجملة شكا تقول although the exam was difficult كما I did well بالرغم من انتيحان كان صعيب خدمت مزيلا فميلا تكون لديكو مع الناس يخرج عندك شو المجلسة كنت حان كان صعب وشنو كتتوقع كتتوقع انهم لم يخدمم مزيلا ولكن هنا كيكل الحكس ندلدك شى اللي انت أما كان صعب وخككا من صعب رانيه خدمت فيه مزيلا even though برغم من exam was easy برغم ان انت ساهل كما I failed منجحت كل نجح فاهم هذا يكون معاكس عنشنو هو النتيجة التي كانت أماس و كنديرو كاما كم مجنع و كندوق بملف خاز دا بنشوفو السعمال دو اللي حطيتها الوسط اه بانسيغ هادية تقدر جي الوسط نقدر نقول I did well although the exam was difficult اوكي و نبدأ ب I did well Although the exam was difficult حاجة اللي غا تكون الفرق هي من غا تجيها دي الوسط ما كناش كاما كنديرش كاما كامي؟ بحل هنا بحل الجملة اللي عندي هنا الثالثة I think I did well Though the exam was difficult Right? Though منحطينا though here there was no كاما ما كنت اشي كاما هنا ما كنت اشي نقطة بحل الجملة كنت عندي although بس كنت قلنا though although عندما نسمعنا ابن though عندما نسمعنا ما كنت نقدر نقول I think I did well Although the exam was difficult و ما كتكونش كاما كاما كتكون من كيكونو هادو في اللول دي الافخاس بحل هنا The exam was difficult point I think I did well though right? هنا قلنا though اغلبية كتستعمل في speaking سوف اتغباء انا كن متقدرش كسبة في writing كتستكسبة في writing غير هي اكتر سعمالا من هادي و هادي اللي جينا في speaking ومن كنبين استعمل في اللفة كنقسم بيناتهم بنقطة كنا نقوم بك نحن بحل هناك انا اعود although though even though معنيتهم بالرغم من كتبعهم جملة فعلية من كم دو بهم الجملة كنفرقو بي الجملة اللولة والتانية اللي عاطنني في الاجزاب بكاما الى حتيتهم الوسط ما كان ديرش punctuation ار او كان ديرها كاما لافل سطاب though اللي بحدها كتستعمل في الأخر دي الجملة إلا بيتنسعملها في الأخر دي الجملة كنذير النقطة بين الجملة اللولة والجملة التانية We're fine? Very good Now بشو لدسبيت of or انسبيت of ودسبيت انسبيت ان دسبيت انسبيت of and despite كين فيه متلازة تسعمالات ثلاثة غادي نشوفو هادي دي اللافخاز اللي كيكون تبعا ناون وغادي نشوفو جيرند وغادي نشوفو حاجة خران لانا اعطالكم as a gift اعطالكم كادو دسبيت و انسبيت of the hard work she failed برغم من العمل شاق اللي دارت منش حاج all right Inspire of despite working hard she failed هنش نودرن the hard work one noun ولنقدر نسمو phrase all right actually here just a noun but because we have two parts it can be a phrase ولكنو كان عنا the third part it's gonna be a phrase like for example they had efforts all right so it might be a phrase here working hard verb plus ing اللي شوفو في اول درس عندكم هو german and infinitive hard she failed دونك احنا طبقنا القاعدة إلا كان عدكم من هانا امتيحان تعطتكم جملة بحال هادي شنو كانت غايت كل جملة غايتكون she worked hard she failed إلا عطاوكم في الناشنل اكزام هاد لأفخاز وقالك ادخل عليها despite ولا inspire of شنو خسك تدير خسك تجيل هالجملة اللولة اللي هي القاعدة all right inspire of مشي بريتو القاعدة ولكن reason like what happened شنو اللي ترا exactly بالرغم من شنو بالرغم من hard work دونك هنا خسني نخرج لنا من هاد الفعل الفعل هو work داب احنا جملة كانت عدنا فعلية كانت عدنا work hard انا كنخسني خرج من الاسم دونك شنو اللولة hard work ولا الفعل كن اخدو هاده اللي غا جيل اغلبية دي تلامت ساهلة وغا يدير لي ing دونك حييت تغير سيجي وعرفت الفعل هو work ها وحطيتو ديت لي ing وخليت hard دونك انا جاب خفيق اهل الاقزام الى كانش عندكم very good level الانجليس المعلي عندهم which level ومزيان بالزاف الانجليس دونك شعراج الاسم من الجملة فعلية دلس فعل plus e n j وبرو بي حول اي عرف فين كي الفعل ويتقض كما شاهل فعل الافخة الثخرى كماية سنو كانت عندك صعبة ما عرفتش الفعل فينها ووامعتش الجملة كيفاش خرج منها الاسم ديالها غادي النصحك تدير هاد الاس eficsion the fact that ماذا تقول عندي الجملة ؟ تقول عندي IN SPITE OF أو DESPITE يمكنك أن تختار واحدة أنا أغير أن أعطيك أن هذا الشيء يمكنك أن تخدم المال لدوز أبسين SO IN SPITE OF THE FACT THAT SHE WORKED HARD SHE FAILED لذلك أنا هنا في الجملة التي تعطيتني في الأساس مثلا هذه التي تعطيتني في هذه المتحان هذه خليتها كيمية خليتها جملة فعليا ولكن في نفس الوقت تبقى القاعدة التي تقول أن أريدكم ماذا تكون تقوم بها جملة فعليا لذلك ماذا تريدون؟ حقيقة أن بالرغم من حقيقة أنها خدمات جيدة لذلك لدينا ثلاثة الاختيارات إذا كنت بإمكانك الإنجليش إذا كنت بإمكانك الإسم لا أستطيع أن أعرف الفعل أخذ الفعل وده ENG بلا سيجئ إذا كنت بإمكانك إسم أو جملة فعليا نعم؟ إنكم عرفين ما هو فرق بين جملة فعليا إلا ما عرفنش نجعوه في فيديو ديال جايند إنفينيتب سينو ما بغتي تشانجي جداشي حاجة بقى عقل عادة الإكسPRESSION THE FACT THAT وزيدها من مورة الإكسPRESSION INSPIRE OF ولا DESPITE بش ابقى عندك الجملة كما هي فعلية من غير شانجموه ديالبنكتواتي لي كانت فولستوى غاتو اللي كاما ؟ جاسبار انكم تكونوا فهمتو الدرس I made it very very easy إلا عندكم أي question or comment or anything please write it down on the command and I'm going to be answering you the soonest okay have a great day and let's catch up in the next video bye